تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدح في ظه الله رعى برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح في ظه الله رعى مقاليد الحكم رفع سمو الشيخ علي بن خليفة إلى جلالة الملك المفدى أسماية التهنئ وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويرعاه وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء والإزدهار